انبثق برنامج امدادات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في المناطق شبه الحضرية والرفية في 11 ولاية من ولايات البلاد عن مبادرة خطة عمل كيغال الرواندية من قبل رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي عام 2016 وذلك من اجل مساعدة الدول الاعضاء التي لم تنجح في تحقيق اهداف الالفية للتنمية في قطاع المياه والصرف الصحي وخلال جلسة العمل التي جمعت عضاء اللجنة الفنية لمتابعة وتقييم العمل استعرض منصق البرنامج جمال عبد الناصر الشريف التقرير السنوي لانشطة البرنامج المكون من ثلاثة محتويات متمثلة في تنمية البنية التحتية المستدامة تعزيز الكفاءات وتسير البرنامج كما اوضح المنصق ان البرنامج قد احرز تقدما ملحوظا رغم ضالة حشد الموارد المالية في مرحلاته الاولى وتطلع الخالية الدائمة لمتابعة وتداول المعلومات حول القطاع الرفي بدور متابعة وتقييم البرنامج التنموي للحكومة ويسعى البرنامج الى المساهمة في تحسين اوضاع حياة السكان عبر الحصول الدائم على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في المناطق شفه الحضارية والرفية مغطيا في المرحلة الاولى ولايات بركو انادي غرب تيبستي لوجون الشرقي والغربي اشتركوا في القناة